من ضمن أقوال يقول لو أن عبدا اكتتم بالعبادة كما يكتتم بالفجور لأظهر الله ذلك منه يعني إيه عبد واكتتم بالعبادة اكتتم بالعبادة يعني كانت له عبادة سر عبادة خفاء له مع الله حال والطاعات في الخلوات هي أصل الثبات والعبادة في الخلوة هي زينة صاحبها في الظلام وهي زاده إلى الآخرة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ليس أجرا عاديا لا مغفرة وأجر كبير ورزلك في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه والآخر الرقم سبعة ذكر الله خاليا ففاضت عينها رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينها كان سلف الأمة الصالح يجتهدون في كتمان الطاعة والعبادة يعني أحدهم يقول يعني كان أحدنا يصوم عشرين سنة ولا تدري زوجته أنه صائف كان يخرج إلى حنوتي إلى الدكانة ومعه رغيفان رغيف عشان يفطر به ورغيف يتغدى به فيتصدق به ما فيظن الناس ولا يدري أحد أنه صائف أنه قد تناول طعام إفطاره في بيته وجاء بالرغيفين ليتصدق بهما وأنه عند المغرب سيعود لبيته ليتناول طعام الغداء وربما له عبادة وطعلا تدري بها زوجته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني له حديث في ذلك أنه قال من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل يعني عمل صالح مخفي فليفعل أو خبء كلاهما صحيح من عمل صالح فليفعل وأسروا قولكم أو اجهروا به أنه عليم بذات الصدور وربي يعلم السرة وأخفى فيقول لو أن أحدكم اكتتم بالعبادة كما يكتتم بالفجور كما يخفي الفجور لأظهر الله ذلك منه يعني أظهر عليه أثر تلك الطاعة والعبادة لأن البعض بيخفي الزم لكنه يتباهى بالطاعة ويتباهى بالعبادة ربما أمام الناس أيضا يقول من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفي يعني من تعلم العلم وعلم العلم ابتغاء وجه الله وقد أشرنا لذلك في صدر اللقاء يبتغي به وجه الله بارك الله تعالى له في ذلك العلم وأعطاه من العلم الكثير كما قال ربي اتقوا الله ويعلمكم الله وكما قال ربي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الصحيح يعني قال من تعلم علما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب غرضا من الدنيا أو عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة ليه وعرف الجنة اللي هو ريح الجنة لم يجد ريح الجنة حرم من ريح الجنة فما بالك بالجنة حتى ريح الجنة هو محروم لي لأنه تعلم العلم ليظن الناس أنه عالم أو ليتكلم الناس عنه لكنه في الحقيقة لم يكن يقصد ذلك إنما كان يقصد أن يقول الناس فلان عالم ولذلك كان سيدنا أنس وأسر ذلك عن معاذ بن جبل تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه جهاد ومدارسته تسبيح وإلى غير ذلك مما قالوه وأن مذاكرته تسبيح وطلبوا عبادة وطلب العلم عبادة فإمامنا يقول من ابتغى شيئا من علم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفي يعني بارك الله تعالى له في علمه أيضا من أقواله يقول إذا دعى أحدكم فليبدأ بنفسه فإنه لا يدري أي الدعاء يستجاب له يعني إذا دعوت لغيري بالمغفرة اللهم اغفر لي ولا بالرحمة اللهم ارحمه وإياي اللهم اشفيني وإياي وكلاموا في الحقيقة كلام له سنده من القرآن الكريم وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم إشارات في الحقيقة لذلك الأمر يعني في قول الله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمة سيدنا موسى يعني يعني لما يعني حدث ما حدث بينه وبين أخيه وأخذ برأس أخيه يجره إليه بعدين أقو بيقوله يعني يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وبعدين بيلوم يعني وبعدين يعني حدث ما حدث بينهما فالشاهد في ذلك أن موسى عليه السلام يعني قال قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الرحمين رب اغفر لي ولأخي بدأ بنفسه ثم لأخيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا في دعاء التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأيضا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المقبرة ويعني لما مر على القبور وبعدين سلم عليهم قال يغفر الله لنا ولكم والإنسان لما يدعو لنفسه ولغيره وربما كان الدعاء للنفس يعني أدر أن يجتهد الإنسان وأن يخلص وأن يكون صادقا في ذلك الدعاء مدام قد بدأ بنفسه ترجمة نانسي قنقر ождения